خيست المرة الأولى التي يقصد فيها قائد القيادة المركزية الأمريكية كينز ماكينزي بيروت فهي الرابعة منذ توليه مهمته خلفا لجنرال جوزيف فوتل في الثامن والعشرين من مارس عام الفين وتسعة عشر لكنها الأولى منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ والذي بموجبه بات حزب الله اللبناني في مرمى العقوبات الأمريكية توقيت زيارة المسؤول العسكري الأمريكي يحمل دلالات عدة خاصة في خضم جدل واسع في الداخل اللبناني يتعلق بدعم واشنطن العسكري لبيروت كما تأتي بعد أزمة أحدثتها تصريحات السفيرة الأمريكية لدى لبنان ورغم المرونة غير المعتادة التي أبداها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في التعامل مع واشنطن وعدم ممانعته تقديمها مساعدات إلى بيروت إلا أن أنصاره وبعد ساعات قليلة قطعوا طريق المطار بالعاصمة اللبنانية احتجاجا على زيارة ماكينزي مناددين بالسياسة الأمريكية في لبنان في قصر بعبدة كان الوضع مختلفا خلال لقاء الرئيس اللبناني مشه العون الذي يعد حليفا لحزب الله مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي حيث أشد عون بالتعاون القائم بين جيشي البلدين في مجالات التدريب والتسلح وهو ما رد عليه ماكينزي بالتأكيد على استمرار دعم الجيش اللبناني للدفاع عن استقلال وسيادة بلده أهم ما يشغل بال اللبنانيين قبل زيارة ماكينزي وما بعدها هي المخاوف من شضايا قانون قيصر على كيانات وبنوك اللبنانية فهل تلقى بيروت تطمينات من جانب واشنطن حيال ذلك أم أن الزيارة لم تأتي لتهدئة هذه المخاوف ترجمة نانسي قنقر